هايل ده وسه ما أبو علي بمئن زكر مارس الكولر فعايزك تكلمني شوية عن مارس الكولر وانا ليه بقولك كلمني شوية على مارس الكولر ملاحظ مش عارفت ملاحظين معايا ولا لأ انه بعض الناس بدأوا يقولوا اصل مارس الكولر بيحب نفسه اصل مارس الكولر ميحبش اللعيبة اصل مارس الكولر مش هيكمل مع الاهلي اصل مارس الكولر بيضحب الناس اللي حواليه اصل مارس الكولر ملوش عزيز ولا غالي فيك بدأ الكلام كده اللي هو ايه؟ راجل نجح نجحات باهرة جداً فتعالا نشوف له اي حاجة بقى شخصياً ده متقيل ملاقوش في الورد عيد هو دي حلوة دي كده هو مارس الكولر انت قلت كلمة مهمة كده هو مالوش عزيز وغلي غالي غير حاجة واحدة بس الملعب شوف الفوز والمكسب والبطولات حصلت اصابة لعلي معلول كل الناس تتكلم علي معلول لازم يجددوله طبعاً لتاريخه الكلام ده كله كريم بس مارس الكولر قال لهم انا ما عنديش مانع بس هاتلي بديل علي معلول الراجل كل ترجته كل اللي بيفكر فيه ان انا ازاي اكسب وازاي ان انا طموح جماهير النادي الاهلي تعرف طبعاً جميع النادي الاهلي طمعاً دايماً عاوزة كل البطولات تاخدها حتى لو رحت كاسة عامل اندية الصعب اللي كمان النادي الاهلي كل جميع النادي طالب ان انت تاخدوا البطولة فهي القصة كلها معين طبعاً صعب جداً تاخد طول حاجة زي كده كاسة عامل اندية مش مصغرة ما كانتش بطريقة دي بس هي القصة كلها الكريم في مارس الكولر مدير فني قدر يكسر ويحطم كل الارقام اللي تعاملت في تاريخ النادي الاهلي مارس الكولر في ظرف سنتين ولسه الراجل جعان كورة وجعان بطولات وجعان انجازات فمارس الكولر ان انت تقدر تسيطر على الكم العدد الهائل من النجوم خصوصاً دلوقتي اليومين دول في النادي الاهلي وعاوز اقول لك على حاجة هتقول لي منو الجزي كانت بسيطر على العمد متعب وعلى بوتريكا وعلى وقل الجمعة يا جماعة الكورة زمان مختلفة تماماً عن كورة دلوقتي بتكلم على لعيب الكورة على المنتالتي على العقلية زمان ما كانش فيه سوشال ميديا سوشال ميديا جزء من دلوقتي تفكير لعيب الكورة جنينة الناس يا كريم دلوقتي العقود بتتعمل ان انت هتنزل لي كام بوستو هتنزل لي كام صورة وهتقول ايه نشوفنا نمار لما راح الدوري السعودي فده جزء اصلاً من ان انت لعيب كورة دلوقتي فالتعامل حتى عشان كده بيجي تكلم على جوزي مورينيو ناس تتكلم مورينيو زمان لما كان بيطلع يقطع في ديجو مليتو في المؤتمرات الصحفية ديجو مليتو ينزل تاني يوم يكسر الدنيا ما بقاش قادر مورينيو يعمل المدرسة القديمة دي عاليات اللعيبة اختلفت فانت بتعامل مع لعيبة ولعيبة كبيرة في النادي القالي دلوقتي هما 3-4 لعيبة بس لعيبة كبار فانه هو سيطر على كل ده مع اداء يعني ثابت بصة كريم صعب جدا ان انت تعمل روتيشن كل ماتش وتكسب كل ماتش وتلعبت 4 ايام كل ماتش فبصراحة مرسل كولر يعني مدير فني انتداب كان رائع لنادي